قام رئيس نادي يافع رصد الرياضي عادل الجردم ومعه عضو السلطة المحلية بالمديرية عبد المنعم الرشيدي بزيارة ميدانية إلى مشروع تأهيل وتوسعة ملعب الفقيد سامي السليماني الجاري العمل فيه بوتيرة عالية من قبل العاملين في نهاية المرحلة الأولى وخلال الزيارة استمع إلى شرح حول مراحل التنفيذ ونسبة الإنجاز في المرحلة الأولى التي بلغت ثروتها في الإنجاز الذي شمل توسعة أرضية الملعب وتسويتها وبناء غرفتين للتعليق وبناء منصة لكبار الضيوف ومدرجات تتسع لأكثر من أربعة آلاف متفرج بمواصفات دولية من الدرجة الثانية وأشهد الجردمي والرشيدي بجهود العاملين واللجنة الأهلية المشرفة على المشروع ترجمة نانسي قنقر